طيب انتي عارفة ان احمد السقا عنده ملكة الزجل بيكتب زجل وكده عارفة كده؟ اه طبعا قالك حاجات قبل كده؟ اه كتير طيب الاسود احمد السقا ياريت تسمعنا حاجة من اللي انت كتبتها فجأة كده؟ فجأة كده يعني ايه الكلام ده؟ زي ما بقولك كده يا لأ اوه فيه طيب انت ايه يعني في الحوالة ده بسيطولي في المواقع ده اه معا انت غنيت عايزين نشوف الزجل بتقولين لا اول زجل اسدي الحاجة الوحيدة للفضلة التي املكها يعني انا بحب الكتابة بحب بيرام التونسي بحب صلاح جهين رحمة الله عليه بحب فوقت حداد يعني بحب الزجلين بتوعنا الجمال انا عالف كل اللي انت كتبته واسمعته ومعجب به جدا وبقول للاستادة مشاهدين انا كنت بقول لحمد السقا فكرة انه لازم يلم الحاجات اللي كتبها دي وينزلها في ديوان لا املكها مش عندي مش عندي ما عنديش حاجة خالص ان انا كتبه هم الفين؟ يعني عندي محمود عبدالغفار شوية صاحبنا فنان محمود عبدالغفار عندي خالد حماد بتكتب على ورق وتسيب اه بكتب واسيب يعني هو ما هو بيقول لك عفريت الكتابة للناس الغلابة وعفريت الفانوس للناس التيوس طب قل لي حاجة اخر حاجة تبتهى وبقى تحبها يعني اخر انا بحب كل حاجة تبتهى لان كل حاجة تبتهى كنت عايزة اكتبها فبحبها طب قول يعني مثلاً 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 ممكن نقول ايه ربعية لطيفة كده يعني اقرب ما يكون لسه زاجة بس هي فيها معنى امتهالي فيها عمق يعني يعني منقول صباح الخير يا شمس ومساء الخير يا امس ويا سلام عليك يا بكرة لو تبتدي بهدوء وتنتهي بالهمس وعجبي 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 والله رحمك عم صلاح حنان تورك انا عارف ان وكلنا نعرف ان انتي من النجمات المفضلات لدى المخرج يوسف شهين وفي علاقة جميلة بينكم بتحبوا بعض جداً وأنا عارف انتي ادي ايه بتقدري يوسف شهين كمخرج لذا اتذارتي عن فيلم الاخراني انا مع أتذرتش امه الي ايه ما يعني مليش دور ملكيش دور لا مكانش لي دور في الفيلم ليه حاس انك لقييمة كده ونتي بتجو Premium لا ما كانش لي دور في الفيلم بجد يعني لا لا يعني هو متعرضش علي الدور هو أنا كنت حبّة ان انا بقى معي في الفيلم بس ما كانش عندي دور إنها ما في وقتًا أنني لا يوجد أي خلافات ولإنها وهم من فيدي cidadeeee أنا متأكد، أنا متأكد من الخ Lewis أنا متأكد، لأنها سمت يوسف، بإذنهاج على اسمoles Balci's brother break went then.